السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي يارب تكونوا كلكم بخير وبصحة وبعافية باذن الله النهاردة كده هنعمل اجمل شاورمة واسهل شاورمة وشاورمة كمية كبيرة جدا واقتصادية جدا من ربع فرخة بس تمام هنعمل مع بعض الشاورمة الحلوة دي وهنشوف هنعمل الساندويتش اللذيذ ده ازاي وكمان هنعمل العيش ده باسهل طريقة طريقة سهلة جدا في ثواني هتنجزي هتقلص كمية كبيرة جدا من العيش بطريقة سريعة ومضمونة جدا وهقولك على كل التفاصيل نزلت قبل كده فيديو لطريقة العيش ده بالتفاصيل هحطه لكم في صندوق الوصف باذن الله يلا مع بعض كده نشوفي الطريقة لكن ياريت لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعال الجرس ولو عجبك الفيديو ياريت تعمليلي لايك وتكتبيلي كومنت جميل في البداية هعمل الشاورمة معاكو معايا نص معلقة كبيرة من السمنة البلدي على النار وممكن تستخدمي اي مادة دهنية زبدة زيت زي ما انت عاوز معايا ربع فرخة مقطعوهم قطع صغيرة كده وهبدأ اني اشوح الفراخ على النار بالشكل كده هتاخد منك دقيقتين لحد ايه وهتلاقيها تشوحت معيكي الطريقة دي افضل من انك تحط البصل الاول لاني قطع الفراخ بتبقى كل قطع كده على حدة تمام وبتنزل المياه بتاعتها وكل حاجة هبدأ اني احط بقى اول حاجة في القدار هحط البصل وبعد كده هحط عليه التوابل عبارة عن ملح فلفل اسمر توم بودر بابريكا بهارات شاورمة تمام لو انت ما عندكش بهارات شاورمة حط سبع بهارات او اي بهارات عندك انت بتحبيها حطيها هقلب بقى كله كده مع بعض وهسيبها تقريبا خمس دقايق سبع دقايق البصل يدبل معايا تمام هغطيها وهسيبها تقريبا سبع دقايق بعد كده هبدأ اني احط الخضار بقية الخضار اللي انا هحط حط اي خضار انت حبي انا حطى طماطم متأشرة ومتقطع قطع صغيرة وحطى كمان فلفل الوان اول ما الشاورمة تستوي عندي وخلاص استوت خلاص سهلة جدا هبدأ اجيب قطعة من الفحم في طبقة كده من اللي استلس عشان نضمن ان ما يقعش فيها حاجة وانا مطفية عليها خلاص يعني يا خلاص طفيت عليها استوت هبدأ احط قطعة من الفحم كده وهغط عليها الحركة دي بتدي للشاور مطعم خطير خطير بتبقى احلى من اللي انت بتكليها في المطاعم حاجة كده تحفى هسيبها بقى تبرد تماما وتعالوا بقى ايه نعمل استندويش الخطير الجبار طبعا العيش الحلو ده انا عملته معاكو قبل كده وان شاء الله انا يعني هعمله كده في السريع في اخر الفيديو بصوا بقى طريقة التأفيل بحط كمية من الشاورمة ومعايا كده بطاطس محمرة مقرمشة جميلة وببدأ اني ألف الصندويش بسم الله ما شاء الله بصوا العيش ده بعد ما عملته تاني يوم ده مش اول يوم تمام هبدأ احط برضو كمية من الشاورمة طبعا شاور فراخ بخضار ببطاطس ممكن تحطي اي نوع من انواع المخللات ممكن تحطي زيتون ممكن تحطي جبن اي نوع من انواع الجبن يعني الحاجة اللي انت عايزة تحطيها زيادة حطيها ده ما بتتقيتش بحاجة طيب لو انا انت عملت العيش صغير وعاوزة تعملي رغفين في بعض كده زي ما انتم شايفين دول كان فضلين كده قطعتين صغيرين فكانوا طلعوا صغيرين فقلت هعملهم مع بعض ممكن نعملهم بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده بصوا بل فيهم ازاي وتضغطي عليها جامد وبتلاف جامد بعد كده بنبدأ اننا نحمر العيش ده اي الساندويتش ده على النار على اي جريل طبعا انا عندي الجريل ده بتاع الكريب اللي عندي او بسوي عليه العيش لو انت عند الجريل اللي هو المخطط ده بيهدي شكل ايه لذيذ كده بحاجة بسيطة كده مسحة بسيطة من السمنة البلدي او اي مادة دهنية عندك هتبدأ ان انت تحمري الساندويتش معاكي وتليف فيه كده بصوا انا بعليفه كده اربع على اربع جوانب بيبدأ ان هو يتحمر ويتحمص معايا انا بحب العيش ده بيكون مقرمش كده بيكون خطير بصوا بقى بسم الله ما شاء الله طعم الشاورمة حلو جدا مع العيش المقرمش رهيب 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 حاجة كده وهم بصراحة حلو جدا بسم الله ما شاء الله عملنا كمية حلوة جدا جدا وان الشاورمة هتكفي اسرتك وعائلتك وقتصادية وطعم الشاورمة خطير يعني موضوع ان انت تحط فيها قطعة كده صغيرة من الفحمة بتديها نفس رهيب تعالوا بقى نشوف احنا عملنا العيش ازاي في سوين كده هقولكو الطريقة معايا نص كيلو من الدقيق دي مخبوزات متعدد الاغراض يعني زرة بسيطة كده من الملح وبعد كده هنبدأ نعجن بمية فترة عادي خالص المية هحطها شوية بشوية بتاخد كوباية كوباية ونص ده على حسب نوعية الدقيق ممكن ياخد مية اكتر او مية اقل اهم حاجة في العيش ده انك تعجيني كويس جدا جدا انا عاوز العجينة كده يابسة معايا وجامدة معايا مش عايزها بتلزق معايا وفي نفس الوقت انا عايزها مخدومة كويس من غير ما سيبها ترتاح ولا اي حاجة هاخد العجينة وهبدأ اني اقطعها قطع كده على قد حجم الرغيف اللي انا عاوزها انا قطعتها كده وكورتها كور صغيرة تقريبا الكور كلها نفس الحجم عشان نما يجي افرد الارغفة تكون كلها نفس الوسحة ونفس الحجم لان احنا هنسويها كلها على بعضها تمام كده هبدأ اني خلاص اتعطاها كده اهم نقطة بقى اني لازم تغطي العيش ده اما بكيس بلاستيك تغطي كويس قوي عشان يحبس الحرارة ويوش العيش يفضل معيك طاري ما ينشفش معيك ويعمل اشرة كده ممكن تجيبي فوتا وتبليها مية بسيطة وتغطي بيها العيش هبدأ اني اخد 3 ارغفة بتلت ارغفة بصوا بقى يا دوبك انا قطعت العيش هيكون ارتاح معي 5 دقايق او 7 دقايق هبدأ من اول رغيف انا قطعت وهبدأ افرده فردت كده 3 ارغفة هبدأ اني ايه هبل او هدهن كده اول رغيف بالزيت بالشكل ده وبعد كده هحط طبقة من الدي ارشي كده دقيق عليه وبعد كده هحط الرغيف رقم 2 هو الارغفة كلها قد بعض بعد كده هدهن الرغيف رقم 2 بالزيت برضو زيت يعني كمية كده برضو كويسة لازم تغلي فيها كلها من الزيت وبعد كده هتروشي دقيق بالشكل ده ما فيش اي حاجة صعبة سهل جدا الرغيف رقم 3 هتحطها على الوش يبقى كده تمام يبقى دولي اول 3 ارغيفة فوق بعض هبدأ اني افرد كمان 3 ارغيفة بنفس يعني بنفس الطريقة دي عشان بس ايه انا بسيب ارتاح يعني بسيب العيش ارتاح ما بين كل مرحلة والتانية هبدأ اخد كده اول رغيف قبله بالزيت ورشة كده من الدي ورغيف رقم 2 يعني هدهنه بالزيت ورشة من الدي وهحط رغيف رقم 3 هفرد 3 ارغيفة كمان بنفس الطريقة لحد ما ال 3 ارغيفة الاولانين يرتاحوا ما بين كل مرحلة ومرحلة بسيب العيش ارتاح معي وببدأ اني افرده هيتفرد معي بكل سهولة هحط بقى الطاصة بتاعتي على النار النار بتكون اللي هي العين الوسعة لكن الحرارة بتكون اقل شوية من المتوسط وببدأ اني احط العيش ولازم الطاصة تكون سخنة بصوا بقى اول ما بتحطي كده لازم الطاصة تكون سخنة عشان تتشمع اول ما بتشمع بتبدأي انك ايه تلف فيها اول ما بتتلف معيك بتعرف ان هي اتشمعت او استوت معيك ببدأ كل ايه كام ثانية كده ببدأ اني اقلبها بصوا هي لوحدها خالص بتتفك معي مرحلة التسوية دي انا ما فصلتش الكاميرا عشان تشوفوا هي بسويها يعني في دقيقة واحدة بس شلت اول رغيف بالشكل ده وبعد كده بقلب طبعا يعني العيش سخن جدا لكن بيتفتح لوحده هو عن نور بقدر يعني الفه كده لفتين بصوا بيقوم راح الطرف بتاعه مفتوح بقوم راح انا شدها بالشكل ده تمام بشمع بس انا مش بسوي العيش تسوية جامدة لأ انا دوبك كده ايه بشمعه كده بس ايه تشميع بسيطة لانه لسه هيتحمص او يعني هارمشه معي على النار وانا بعمل الساندويتش وبعد كده انا خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة عشان العيش يفضل معيك طريقة هتجيب العيش من على النار هتحطيه جوا فوطة متنادية شوية وتغطيه مباشرة وهو سخط هيفضل معيك وهتسيبه لحد ما يبرد هيفضل معيك العيش طريق كده بنفس الشكل وبصر عيش قد ايه رؤيه قوي وشفاف والرغيف كبير باسم الله ما شاء الله والطريق وفي ثواني انا في اقل من نص ساعة عجنت وخبست بكمية باسم الله ما شاء الله كمية حلوة جدا الطريقة دي اسهل طريقة لعيش الشاورمة ممكن تعمليها في البيت بتنجيزي في ثواني نعمل بعد كده الشاورمة في البيت باسهل طريقة وبأحلى طعم وبكمية كبيرة جدا واقتصادية جدا 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 العيش عشان يفضل معيك طاية هتحطيه في كيس بلاستيك وتربوديه كويس جدا على الرخامة وممكن كمان تخزينيه في الفريزر يفضل معيك فترة طويلة جدا وتخرجيه وقت ما تحبي حبيبتي يا رب الفيديو يكون عجبكم اكتبولي رأيكم في التعليقات ويا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك في الختام بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي